سعيد أمزازي يتير الجدل بسبب ما قاله اليوم إذن قبل أن نتعرف على ما قاله أمزازي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تكون أول من يتوصل بجددنا ولا تنسى كذلك تجيعنا بالضغط على زر جيم إذن لكي لا أطلع عليكم إذن فأمزازي اليوم قال خبر يعني متلج جدل حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي تناقش هذا الموضوع وكما تعرفون في قناتنا على اليوتيوب بروف غرناط دائما نتحدث عن كل ما يقوله أمزازي وكذلك مواضيع التعليم بصفة عامة يمكنكم الرجوع إلى الفيديوهات السابقة حيث تحدثنا عن تاريخ العطال وكذلك عدة أشياء مهمة حول التعليم وكذلك الامتحانات والتوجيه وغيرها من الأشياء إذن بالنسبة لما قاله أمزازي اليوم فهو أمزازي يحط التلاميذ على زيارة المعابد اليهودية يعني يقول للتلاميذ اذهبوا إلى المعابد اليهودية في إطار ما يفعله المغرب من علاقة مع اليهود إذن حتى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية التلاميذ المغربة على زيارة المعابد والكنوس يعني الكنائس اليهودية لترسيخ خيام التسامح والتعيش إذن في إطار التعيش يخبر أمزازي يعني التلاميذ بزيارة هذه المعابد وقال أمزازي في حديث خاص للتلفزيون الإسرائيلية أن زيارة طلبة المغربة للكنائس اليهودية لها أهمية كبرى مضيفا اليوم نعمل على ترسيخ خيام التسامح والتعيش فلابد من منح هذه الفرصة لطلاب المدارس المغربية إذن كما ترون في هذه التدوينة تعيش يعني بين المغرب وإسرائيل وزير التربية المغربي سعيد أمزازي نعمل على ترسيخ خيام التسامح والتعيش فلابد من منح هذه الفرصة لطلاب المدارس المغربية يعني فرصة زيارة هذه المعابد في حديث خاص للتلفزيون اليهود أو إسرائيل عن أهمية زيارة كل طالب المغرب للكنائس اليهودية ونشرت صفحة إسرائيلية بالمغرب التباعد أو التابعة لخارجية الإسرائيلية شارط فيديو للوزير أمزازي أشهد فيه بنوادي التسامح بالمؤسسات التعليمية مشيرا إلى أن التلاميذ يقومون بالزيارة مثل هذه الأماكن الدينية التي يتم فيها تقديم شروحات حول الديانات إذن كما قلت لكم العديد من الأشخاص يتحدثون عن هذا الموضوع في الفيسبوك والواتساب وأنستغرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي كل يقول رأيه في هذا الموضوع فما رأيكم أنتم في هذا الموضوع إذن هل زيارة التلاميذ للكنائز اليهودية والمعبيد اليهودية هل هي جيدة للتلاميذ أم أنكم تقولون مثل هذا الشخص الذي كسب هذا التعليق هنا يمكنكم قراءته إذن ما رأيكم أنتم كتبوا لنا رأيكم في التعليق ولا تنسوا كذلك الضغط على زر جيم والاشتراك في القناة وإذن زر جرس وكذلك الدخول إلى الفيديوهات التي ستظهر أمامكم والدخول إلى القناة لمشاهدات فيديوهات سابقة مهمة حول التعليم وإلى فيديو آخر إنساء الله ترجمة نانسي قنقر